المصحف يعني أنا أرى أنه ليس كما قالت اليهود مثلا يد الله مغلولة نعم ولا لما قالوا أن الله فقير ولا نسبوا الولد ونسبوا البنات إلى الله سبحانه وتعالى فحرق المصحف في الحقيقة هو يعود على من يفعله هو رمز طبعا قضية أخلاقية صحيح قضية أخلاقية هو يعلم أن المصحف له القداسة عند المسلمين وهو كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا يعني يظهر لنا سوء أخلاقه سوء أخلاقه والعجيب أن هذا يأتي ممن يعني من أهل الكتاب يعني من أهل الكتاب يعني فهذا يعني إن أظهر لنا شيئا أنتم إن أحرقتم كل يوم مصحفة فلن يؤثر ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى كما بدأت تحضرتك الحلقة يعني كتاب في صدورنا نحفظه في صدورنا فتحرقونا مصحفا هذا يعود عليكم أنتم فهذه أخلاق أخلاق يعني ما رأينا مسلما يعني يمسكوا بالتوراة أو بالإنجيل ويقفوا على رؤوس الأشهاد الأشهاد يحفظوا